ردا على سقوط أربعة صواريخ في شمال إسرائيل تجدد توتر بين النظام السوري وإسرائيل توتر يأتي عقب سقوط أربعة صواريخ أطلقت من هضبة الجولان السوري على الجليل في شمال إسرائيل وعلى القسم الذي تحتله إسرائيل من الجولان السوري دون أن يخلف الحادث ضحايا لكنه تسبب في نشوب حرائق وفق ما أفد به الجيش الإسرائيلي إسرائيل أعلنت في بيان أن حركة الجهاد الإسلامي المنظمة الإرهابية تتحرك بأوامر من إيران ومقرها في قطاع غزة هي من أطلقت الصواريخ في المقابل نفت الحركة بشدة الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لها بالوقوف وراء حادث إطلاق الصواريخ